ودلوقتي معادنا مع المحطة الأهم في ربع ساعة اقتصاد من شاشة التلفزيون المصري وهي البورصة المصرية اللي هنتعرف مع بعض أداء المؤشرات الرئيسية خلال جلسة اليوم كان شكلها عامل إزاي من خلال زميننا مينة بشرة مينة مساء الخير عاوزين نعرف جلسة النهاردة كانت المؤشرات الرئيسية فيها هل ارتفعت ووصلت ارتفاعها زي ما شفنا في بداية الأسبوع ولا كان فيه استقرار في التعاملات اليوم مساء الخير أحمد يعني اليوم أداء متباين لمؤشرات البورصة المصرية المؤشر الرئيسي متراجع معها الأوسع نطاقا في مقابل ارتفاع السبعين ولكن بشكل عام سيطر الاتجاه العراضي على أداء مؤشرات البورصة المصرية اليوم ودعا العكس الجلسات الماضية لما تبعنا سلسلة من التراجعات الجماعية الأداء المتباين اليوم كان نتيجة للضغوط البيعية التي تمت من قبل المتعاملين المصريين ومعاهم الأفراد تعالوا مع بعض مشاهدين الكرام في البداية انتبع أداء المؤشرات من على شاشة رئيسية الموجودة داخل قاعة التداول هللا أن المؤشر الرئيسي مؤشر EGX30 سجل اليوم مستوى 10228 نقطة وده بنسبة التراجع وصلت لـ 35% بختام جلسة اليوم المؤشر الثاني وده الخاص بالأسهم الصغيرة والمتوسطة مؤشر EGX70 ارتفع وحيدا إلى المنطقة الخضراء بنسبة صعود بحوالي 23 من 100% علشان يسجل مستوى 1834 نقطة أما بالنسبة للمؤشر الأوسع نطاقون مؤشر EGX100 سجل نسبة تراجع وطفيفة لغاية سجلت حوالي 9 من 100% علشان يوصل لمستوى 2748 نقطة أما بالنسبة لفقات واتجاة المتعاملين اليوم فنسبة استحواز المتعاملين المصريين سجلت 71% في مقابل 14% للعرب و15% للأجانب أما بالنسبة لأداء المؤسسات والأفراد فنسبة استحواز المؤسسات سجلت 66% في مقابل 34% للأفراد أخيرا بالنسبة لأداء القطاعات وأنشطها اليوم ففي المرتبة الأولى جاء قطاع العقارات يليه قطاع خدمات تعليمية في المرتبة الثالثة قطاع منسوجات وسلع معمرة في المرتبة الرابعة قطاع الخدمات مالية غير مالية في المرتبة الخامسة قطاع البنوك دي كانت أبرز التفاصيل والأرقام المتعلقة بالجلسة التداول اليوم